يرعى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس ميجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم انطلاق المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة تحت عنوان التحالف ضد الإرهاب الاستراتيجيات والقدرات الذي تنظمه جامعة الملك سعود في الرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين والمختصين في شؤون الدفاع بينهم 700 مختص في مجال أنظمة القيادة والسيطرة وتناقش جلسات المؤتمر أهمية تعزيز التحالفات الدولية وتحقيق التكامل على مستوى أنظمة القيادة والسيطرة ورفضها بقدرات استباقية للرصد والتصدي للعملية الإرهابية ويعد المؤتمر إحدى المبادرات المشتركة بين وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود التي تتولى بموجبها تقديم البحوث وتنظيم الفعاليات وتطوير المنتجات الابتكارية دعما لتوجهات الوزارة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير أنظمتها في مجال أنظمة القيادة والسيطرة المتقدمة ترجمة نانسي قنقر